يمكن تصور ثلاثة أمور للتنسيق هذه البرامج الثلاثة التي يمكن طرحها للتنسيق أطرحها ابتداء من الأدنى فالأوسط فالأعلى التصور الأول لجنة تنسيق الفعاليات ودعمها التصور الثاني المجلس التنسيقي التصور الثالث مجلس وحدة المعارضة أما الأول وهو لجنة دعم الفعاليات والأنشطة بأن يطرح أحد الأحزاب أو التيارات برنامجاً معيناً كهذه النذوة ثم يتفق جميع الأطراف على دعم هذه الفعاليات فهذا التصور يشكل أقل الإيمان أقل ما يمكن أن يتصور به التنسيق بين الأحزاب والتيارات البحرانية المعارضة هو عبارة عن وجود لجنة داعمة للأنشطة والفعاليات بأن يعين كل حزب أو تيار أو جمعية شخصاً يمثلهم في هذه اللجنة التي تدعم الفعاليات والأنشطة السياسية وهذا التصور قد عمل به بشكل جزئي في تنسيقية القوى الثورية الست ثم تنسيقية القوى الثورية الأربع بأن اتفقوا على ثمان محطات في السنة وعملوا لها برامج ودعموها جميعاً وأيضاً هذه اللجنة عمل بها بشكل جزئي في السابق في مصطلح عليه الجمعيات السابع التي أصبحت فيما بعد الجمعيات الأربع ثم الجمعيات الثلاث ففيما سبق كانت الجمعيات الثلاث أو تمسيقيات القوى الثورية الست أو الأربع قد اتفقوا على فعاليات في السنة وعملوا لها برامج ودعموا تلك البرامج فأقل ما يتصور في التمسيق هو تأسيس لجنة تمثل جميع أطياف المعارضة هدف هذه اللجنة دعم الفعاليات التي يقوم بها جميع أطياف المعارضة أو بعض أطياف المعارضة بحيث يدعمها الجميع وأما التصور الثاني فهو عبارة عن المجلس التنسيقي بأن ينتقل العمال من العمل الفردي إلى العمل الجماعي ومن العمل الحزبي الخاص إلى العمل المعارض المؤسساتي المندرج ضمن مؤسسة واحدة ويبقى لكل حزب خصوصيته ولكل تيار خصوصيته ولكن المجلس التنسيقي يعمل على تنسيق المواقف الموحدة وعمل البرامج الموحدة التي تمثل عملا جماعيا لجميع الأحزاب والتيارات وأما التصور الثالث وهو مجلس وحدة المعارضة الذي يراد به أن تتحد جميع أطياف المعارضة وتندك في كيان واحد ومحل فارد أو لا أقل لا أقل تبقى لكل خصوصيته ولكن يشكل مجلس يحدد سقف المعارضة هذا المستوى الثالث هو أعلى مستوى هذا لا يتحقق إلا بإرادة أصحاب القرار الأصليين وأكثرهم في السجن فمن يمتلك قرار تيار الوفاء الإسلامي هو سماحة الأستاذ عبدالوهاب حسين المؤسس ومن يمتلك قرار حل حق أو دامج حركة حق هو المؤسس الأستاذ حسن مشينا ومن يمتلك قرار اندماج الوفاق أو عدم اندماجها هو سمحت الشيخ علي سلمان وليس المراد هو لوحده ولكن هؤلاء المؤسسون الأساسيون الذين لا يمكن إغفالهم فإذا أرادت هذه القوى أن تتحاد أو أن تندرج في مجلس انتقالي أو حكومة ظل أو حكومة منفى أو حكومة بالخارج أو مجلس بالخارج فهذا يحتاج إلى التواصل مع أصحاب القرار بطبيعة الحال المستوى الثالث والتصور الثالث هو أرفع مستوى أن يكون هناك مجلس انتقالي أو أن يكون هناك مجلس لوحدة المعارضة بأن تندك جميع التيارات في هذا المجلس وقد يتحول هذا المجلس في المستقبل إلى تيار يضافل بقية التيارات كما حصل في التجربة العراقية إذ أمر السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه بتأسيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق على أن تنخرط فيه جميع التيارات والأحزاب الإسلامية العراقية فدخلت ثم انسحب حزب الدعوة ثم انسحب الحزب الفلاني ثم انسحب الحزب الفلاني إلى أن أصبح المجلس الأعلى حزب في مقابل حزب الدعوة الذي هو حزب آخر هذه التصورات الثلاثة لعل ما يمكن تطبيقه والأقرب إلى الواقع هو الثاني مجلس تنسيك فإن لم يمكن فالأول لجنة دعم الفعاليات التي هي أقل الإيمان وأذنى مستوى ولكن فيما أتصور أن الطرح الثاني مجلس تنسيقي تحقيقه ممكن لأسباب عديدة منها أولا أغلب وأكثر التيارات السياسية المعارضة موجودة اليوم في مدينة قم المقدسة ومن لا يتواجد يمكن أن يعين ممثلا يمثله وينوب عنه ثانيا وجود سماحة آية الله المجاهد الشيخ إيسى أحمد قاسم حفظه الله هذه الشخصية العلمائية المرموقة التي لو حصل تنسيق بين الأحزاب والتيارات وبينها لأمكن الوصول إلى صيغة محترمة تكون شوكة قوية للمعارضة أمام آل خليفة والنظام السعودي من جهة وتكون أيضا مظهر عز لنا في الجمهورية الإسلامية في إيران والعراق وغيرهما من الدول الإسلامية والدول المؤثرة الأمر الثالث الذي أيضا يسهم في المزيد من التقارب والتنسيق أن النظام الخليفي لم يستثني أي طرف من أطراف المعارضة وأنه ضرب الجمعيات السياسية الرسمية كما ضرب القوى الثورية بمستوى واحد وضرب الجميع ولم يفرق بينهم غاية ما في الأمر تدرج في ضرب تيار بعد التيار وفقا لخطة مدروستين باردة ببرود الإنجليمز الذين وضعوا هذه الخطة لذلك أتصور أن الظروف مناسبة خصوصا مع وجود العلاقات الجيدة بين الإخوة القائمين على رأس التيارات السياسية المختلفة ففيما بينهم توجد علاقات أخوية جيدة لكن العمل السياسي لا يدار بمجرد العلاقات الجيدة وإنما يدار ببرامج عمل تضع القطار على السكاء وترسم خارط الطريق للوصول إلى بر الأمام لذلك أطرح هذه المبادرة وهي أمام القوى السياسية وكان الأحرى أن يوجه هذا السؤال إلى قادة أحد التيارات السياسية فهم أولى وهم أعرف بمدى التنسيق فيما بينهم لكني أطرح هذا التصور البعض يتصور ويقول لماذا لا يبادر سماحة آية الله المجاهد الشيخ إيسى أحمد قاسم ويجمع أطياف المعارضة ويوحدهم إلى آخره أنا أقلب السؤال أقول ولما لا يحصل العكس لما لا يجتمع أطياف المعارضة ويجلس لوضع خارطة طريق لمجلس تنسيقي وغيره من البرامج ويذهب جاهزين لسماحة آية الله المجاهد الشيخ إيسى أحمد قاسم ويقولون له شيخنا هذه خارطة الطريق جلسنا اتفقنا عليها ما هو رأيكم فيها فإذا باركها ما شاء الله يمكن الابتداء بالعمال لا تترقب ولا تتوقع أن الشيخ من البداية يبادر فقد لا يقبل البعض ذلك والشيخ لا يريد أن يكون موضع خلاف وإنما مقامه الأبوي هو المقام الجامع الذي يجمع جميع التيارات فإذا اجتمع أولاده واجتمعت جميع التيارات وذهبت إليه ببرنامج وورقة عمل مكتوبة أتصور أتصور والله العالم أنه سيحصل تغير كبير وأختم بأمرين الأمر الأول أقول أن التشضي والتفرق وعذم التنسيق هذا طبيعي في الكثير من الأحزاب والبلدان والثورات فكل شعب ينبغي أن يأخذ وقته ويأخذ تجربته حتى الآن لا تنظر أنه ما شاء الله حزب الله لبنان وحركة أمال اتفقوا وعنجزوا انظر منذ تأسيس الحزب سنة 1982 إلى تقريبا الألفين بعد الألفين بدأت إنجازات حزب الله لبنان حينما دحر الاحتلال من الجنوم ثم توجب الانتصار في 2006 في حرب تموز وإلا كانت بينهما حرب في إقليم التفاح وكانت دماء بين حزب الله وحركة أمال ونحن لم نصل إلى هذه الدرجة وهكذا الآن في العراق بين التيار الصدري وعصائب أهل الحق وغيرهما هذا شيء طبيعي أن تحصل انشقاقات هذا الشيء الطبيعي في الأحزاب والتيارات في كل دول العالم صير انشقاقات صير اختلافات هذا موجود تريد أن تمنع ما هو طبيعي هذا غير معقول غير الطبيعي أن لا يعمل على ردم الهوة هذا غير الطبيعي وينبغي أن نأخذ وقتا وأن نأخذ تجربتنا وأن تحصل مبادرات لحلحلة هذا الواقع إلى أمر الثاني الذي أختم به خاطرة أنقلها لكم ولا زلت أتذكرها يوما بعد يوم في بداية قيام الثورة في البحرين سنة 2011 ميلادية استضفنا سماحة آية الله المرحوم الشيخ محمد مهد العاصفي رحمه الله في الحسينية البحرانية في منطقة عبشاء بعد أن ألقى كلمته سأله البحارين كعادتهم هل ترى إسقاط النظام أو ترى الملكية الدستورية وكل يريد أن يعرف الشيخ ماذا يريد وينتصر لمن هل ينتصر لإسقاط النظام أم لإصلاح النظام لكن الشيخ رد ردا دبلوماسيا بحيث لم يأخذوا منه تصريحا لتأييد أحد الرأي وبعد أن انتهى من محاضرته في شهر رمضان قلت له أنا أوصلك إلى بيتك شيخ نقلته إلى بيته في السيارة في السيارة قلت له شيخنا أنت في المحاضرة كنت دبلوماسي الآن أريدك صريح رأيك إسقاط النظام أو إصلاح النظام قال وما يهمك برأيه قال أنا أرى أن أكبر خلل في ثورة البحرين هو عدم اتفاقهم على سقف معين هذا يضعفهم أمام الأعداء والأصدقاء معان ينبغي أن يجتمع جميع أطياف المعارضة ويتفقوا على سقف إما أن يتفق الجميع على إسقاط النظام وإما أن يتفق الجميع على إصلاح النظام حتى لو كان مخالفا لرأيه المهم أن يتفقوا وفي واقعنا المعاصر يمكن الاتفاق طبعا إسقاط النظام أو إصلاح النظام الملكية الدستورية ليس آية منزلة أو وحيا منزلة يمكن أن يتفق على شيء بينهما بأن يقال يتفق المجلس التنسيقي على ضرورة تقرير المصير وتقرير المصير قد يشمل إسقاط النظام وقد يشمل إصلاح النظام فإذا أجمع الشعب على تقرير مصيره فنحن مع الشعب ومع تقرير المصير هذه خلاصة ما أطرحه وزبدتها أن الفرصة مناسبة لإقامة مجلس تنسيقي يكون سقفه تقرير المصير هذا قابل للدراسة هذا ليس مصادرة الآن هذا مجرد اقتراح وهذا الاقتراح أيضا ليس وحي المنزلة فلد تجتمع أطياف المعارضة لدراسة المجلس التنسيقي أو لجنة دعم الفعاليات ولربما يبدأون بالأدنى لجنة دعم الفعاليات ثم الأرفع المجلس التنسيقي وصولا إلى الأعلى وحدة المعارضة وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أقول قولي هذا وأستميحكم عذرا على الإطالة وال استطالة أبو